بعد أن خذلت الشرعية آمال اليمنيين بالتحرير واستعادة دولتهم هل عليهم الآن أن يتصالحوا مع واقعهم ويقبلوا بدولة الحوثيين مقابل إيقاف الحرب أم أن عليهم أن يقاتلوا لانتذاع دولتهم بالشرعية أو بدونها أهلا بكم يا لها من خيارات صعبة وأكثر قسوة من واقع نعيشه على أمل التحرير لا أحد منا يعرف حتى اللحظة شكل الهزيمة طالما وأن هناك جندي يرفع راية الوطن ويحمل البندقية ولكن هل علينا أن نقف بواقعية لقراءة المعركة التي انطلقت منذ خمس سنوات لاستعادة صنعاء ففقدنا خلالها عدن ومناطق كثيرة وفقدنا كلمتنا وسيادتنا ومعها فقدنا الكثير من الدماء والأرواح هل علينا أن نحارب بشرعية عاجزة ومحكومة بمصالح أفرادها وصراعات ثانوية بعيدة عن الخط الجمهوري أم علينا البحث عن صيغة اتفاق استسلام وإذا كنا نكبنا بهذه والتحالف هل يعني أن نقبل بمشروع الحوثي بعد هذه الاختلالات وما الذي يجب فعله الآن ما هي النقاط المشتركة التي يمكن الاستناد لها للتعافي المشهد هل يمكن البناء على هذه الشرعية ولو في حدها الأدنى أم أنه لا يمكن تقديم أي شيء للمستقبل وبات من الضرورة استبدالها هل بات علينا أن نسلم البلد للحوثي أم أن الناس أدركت أن الحوثي مشروع ضد الوجود والإنسانية وأنها ستقاتله لألف سنة قادمة خمس سنوات من تعثر معركة الشرعية ضد الانقلاب دفعت العديد من النخب السياسية والفكرية اليمنية إلى إثارة تساؤلات من قبيل هل أصبحت الحرب عبثية كيف يمكن التوصل للسلام وإنهاء حرب لا تبدو مؤشرات حسمها قريبة إقامة الرئيس هادي ومعاونيه في الرياض طوال خمس سنوات وتسليم القرار الوطني لها حول الشرعية من رمز للبلاد يلتف حولها اليمنيون المتطلعون للدولة والجمهورية إلى مظلة لشرعنة أطماع وأجندات السعودية والإمارات في اليمن بروز الأهداف الخفية للسعودية والإمارات وتواطؤ الشرعية معها جعل المشهد اليوم مختلفا كليا عن لحظة انطلاق ما سمي بعاصفة الحزم وتأسيس مشروع مقومة الانقلاب الحوثي عملت الرياض وأبو ظبي على تثبيت انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية بعدا في أغسطس من العام 2019 في حين ذهبت السعودية لتثبيت سيطرتها العسكرية على محافظة المهر شرقا فيما تستمر الهيمنة على المطارات والسواحل والجزر والموانئ اليمنية وبين هذا وذاك تمضي ميليشيا الحوثي في معركتها لإسقاط المدن والمعسكرات التابعة للحكومة الشرعية دون أي إسناد مفترض من رأس الدولة وقيادة وزارة الدفاع انكسارات دفعت البعض للبحث عن حل قد يأتي بالتصالح مع ميليشيا الإمامة تعبيرا عن الاعتراض على أداء الشرعية حينا وأحيانا أخرى تعبيرا عن حالة اللايقين بجدوى استمرار معركة استعادة الدولة بقيادات سبق وأن تواطأت لإسقاطها وبالمقابل يرى آخرون أن المعركة ضد المشروع الإمامي لا تعني الرئيس هادي ومن حوله فقط بل هي مشروع جميع اليمنيين الأحرار الذين يرفضون المشروع الحوثي وسيستمرون في مواجهة هذا المشروع سواء بهادي أو بدونه هذا الجدل الذي انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا دفع بالعديد من أبناء المقاومة والجيش إلى التعبير عن موقفهم الرافض لأي خيارات تتحدث عن استسلام أو عن سلام هش مع ميليشيا الحوثي مستحضرين نضالات أبناء الحركة الوطنية وثوار سبتمبر الذين واجهوا المشروع الإمامي لسنوات طويلة حتى تحقيق الجمهورية وإنهاء كهنوت الإمامة إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بكم وبضيفي الكريمين الأستاذ نبيل البكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية ودكتور مروان الغفوري الكاتب والروائي مساء الخير عليكم وضيفي العزيزي وفي هذه الحلقة مشاهدين الكرام هناك وضع استثنائي لها فتحنا باب المشاركات من خلال بث هذه الحلقة على صفحة قناة بلقيس يمكنكم وضع مشاركاتكم أو أسئلتكم أو تعليقاتكم على هذه الحلقة أو على ما يطرحه الضيوف الكرام وسنقوم بقراءتها لهم ورد عليها إن شاء الله دعني أبدأ من عندك دكتور مروان يقول أبو حيان التوحيدي اليأس إحدى الراحتين هل اخترت أن ترتاح باليأس دكتور يعني الجميع يستغرب لماذا الدكتور مروان يأس الكاتب الذي يعيش خارج الوطن بينما ظل الجندي المقاوم على أرض المعركة مؤمن بما يقوم بعمله حيان التوحيدي كان يأس من البداية فما تحولش إلى يأس يعني أنا طبعا أنا شخص لا يأس المستوى الشخصي مكافح إنما بعد ست سنوات من الحرب هناك حقائق على الأرض وأنا بميل إلى طرح إلى النبش في هذه الحقائق ووضعها وعادة تحليلها وتفكيكها مع الاعتراف بأولا وأنه نكرن الحقائق لن يفيدنا أولا لا في معرفة ما كاننا من هذا العالم ولا ما كاننا من المأساء والصراع ولا حيفيدنا فيما يخص سؤال المستقبل أين سنضع أقدامنا غدا لذلك أنا أنادي فقط بالاعتراف أولا بما توفر لدينا من حقائق كما هي من غير مواربة بمعنى أنه في 2013 كنا نقول هناك هناك جيش اسمه الجيش الحوثي وكان يقال له هي ميليشية بلا خبرة ثم اكتشفنا أن هناك فعلا جيش اسمه الجيش الحوثي قادر على أن يخوض معارك وينتصر في المعارك الآن في 2020 نطرح سؤال شبيه أو فرضية شبيهة بتقول أنه هناك دولة اسمها الدولة الحوثية ولا يزال ويعني على الجانب الأخار يعني مجرد أن يطلقوا على أنفسهم أنهم دولة نحن نطلق عليهم كذلك مجرد أن يقولوا نحن لدينا جيش نقول عليهم في الأخير الدولة الحديث عن الدولة هو حديث نظري وتعريف الدولة هي إقليم وسيادة وناس ولدينا أقليم إقليم محدد جغرافيا ولدينا السيادة بالمعنى السياسي ولدينا بشر وبالتالي هذا الثالث بيشكل دولة كانت مشكلة الدولة تاريخيا أن السيادة لم تكن كافية وأنما كان لابد أن تعالق بالمشروعية السحوثيون أيضا يمتلكون عنصر رابع ألا هو المشروعية بشك ما من المشكلة تفويض شعبي مشروعية أخلاقية هم في كل لحظة بيعالهم سؤال المشروعية بطريقتهم طيب ما رأيك أستاذ نبيل الحوثي استطاع أن يكون دولة بمشروعية أي أن كانت هذه المشروعية حسب رأي الأستاذ دكتور مروان ولديه جيش واستطاع أن ينتصر في كثير من المعارك العلمي البداية اختلف تماما مع مقاربة لخ مروان فيما يتعلق بسؤال المشروعية المشروعية باعتقادي هي رضاء المحكومين وليس قهر المحكومين هذه آخر تقليات المشروعية في القانون الدولي وفي حتى الثقافة السياسية المعاصرة الفكرة الديمقراطية هي تقوم على رضاء وشرعية الحاكم تقوم على خيار ورضاء المحكوم الشرعية التي تتحدث عنها الدكتور هو يتحدث عن شرعية ما قبل الدولة الوطنية ربما أو شرعية الإنقلابات العسكرية هذه ممكن أن تنطبق تماما مع التعريف الذي أورده الدكتور مروان فيما يتعلق بمشروعية الأمر الواقع شرعية القوة أما أن تخلق شرعية من خلال يكراها الناس على أن يؤمنوا بها أنا باعتقادي هذا هو يتناقض أيضا مع كل مفاهيم اللحظة السياسية المعاشرة اليوم والاجتماع السياسي الحديث بكل تفصيلاته مسألة الحوثية أنا باعتقادي أنه الحديثة أن هناك شعب حوثي دولة حوثية أو دولة حوثية هو نوع من يعني قد يكون فيه واقعية فيما يتعلق بسلطة الأمر الواقع صحيح هناك دولة اليوم سلالية أو سلطة سلالية هي التي فرضت نفسها على قهر الناس وحكمهم وإجبارهم على أن يؤمنوا بها لكن هل هؤلاء الناس سلموا لها حتى نحن ما يتحدث الدكتور عن مسألة أنه هناك مشروعية وهناك تفويض شعبية أنا باعتقادي أنه نحن نذكر آخر مظاهرة خرجت في صنعاء قبيل السقوط المهين والفضيحة التاريخية التي حصلت في 21 استمر نذكر نحن يعني مظاهرات الإجماع الوطني الاستفاف الاستفاف الوطني اللازلنا نذكر أن صنعاء خرجت عن بكرة أبيها في تلك اللحظة وهي لم تكن مقبرة على الخروج لا من قبل الحكومة حينها ولا من قبل أي طرف كانت الجماهير هي نفسها التي تخرج من تلقاء نفسها لأنه في حساسية تاريخية فيما يتعلق بالحالة اليمنية نحن نتحدث عن خصوصية مسألة الدولة والجمهورية في اليمن تختلف عنها في المملكة تختلف عنها في العراق تختلف عنها في مصر تختلف لأنه عندنا إشكالية تاريخية تمتد لمئات السنين فيما يتعلق بحساسية اليمنية تجاه الأفكار الطائفية العنصرية التي تتبنىها سلالة من الناس وبالتالي مسألة الجمهورية بالنسبة اليمنين مسألة مقدسة الدولة أيضا لكن هذه الجمهورية المقدسة بالنسبة لليمنين يجد الدكتور مروان أنها لم تعد موجودة وأنها مجرد فكرة في خيال الناس لكنها على أرض الواقع غير موجودة أنا أعتقد أنه نحن لا نريد أن نفلسف المسألة أكثر مما تحتمله لدينا دولة والدولة هي إقليم وشعب وسيادة هذه الدولة هي دولة حوثية الحوثي يطلق عليها اليمن يتحاشى استخدام دلة الممهورية فيسميها اليمن لكنها لا يسميها المملكة هذه دولة موجودة الآن ومتعينة بالمعنى الفيزيائي لديها سؤال مشروعية هي تعالج وأنا لا أقول بأن هذه الدولة مشروعية لديها مشروعية بالمعنى السياسي وبالمعنى القانوني وبالتالي الحديث عن قانون الدولي أنا أعتقد أن أحدث متقدم عن المشهد لديها فعلا أزمة مشروعية تعالج الحوثية تسيطر على ما يمكن تسميتهم بالسوشال كيز بالمفاتيح الاجتماعية استلمت المنظومة الاجتماعية من نظام صالح واستلمت المنظومة البيتقاطية من نظام صالح ثم استلمت المنظومة البرلمانية التشريعية من نظام صالح وبالتالي أصبح لديها منظومة اجتماعية بتعمل في خدمتها عبر توزيع المصالح توزيع مصالحها مع النظام الاجتماعي الموجود المشائخ والتنظيمات الاجتماعية والأفخاذ والسلالات وبالتالي استلمت المنظومة الاجتماعية ثم استلمت المنظومة البيروقراطية من نظام صالح عبر توزيع أفقي بسيط للمصالح ثم استلمت منظومة برلمانية وشقة البرلمان وأصبح لديها برلمانية عمل بشكل يومي هذه العناصر الحوثية الحوثية تقول أن هذه العناصر هي علاج فعال وحديث لمسألة المشروعية وبالتالي بتقول أن لست فقط إقليم وسيادة وأنما لدي هذا الشكل من المشروع وهناك من يتعامل فعلا مع هذه الموجودات باعتبارها فعلا تعبير ما عن المشروع يزيد أو يقل وهذا أنا في تقديري هذه لم تعد فرضية فقط وإنما تقترب من كونها حقيقة طيب هل يمكن أن نقيس الأمر بهذا الشكل مجرد أن الحوثي ظهر ولديه إقليم وفرض سيادته على الناس على البشر بطبيعة الحال هل نستطيع أن نقول بأن هذا هو شكل من أشكال الدولة خرج به الحوثي ونحن نعلم جميعا أنهم مقموعين داخل هذه الدولة أولا اللحظة التي خرجت بها الحوثية هي لحظة انهيار لمستويات السلطة التي كانت حاضرة قبل 11 فبراير 2011 حصل انهيار حصل فراغ أتى الحوثي بعقيدته السياسية وعقيدته إلى النوبية بإرثي تاريخي ملقى هذا الفراغ لأنه كان هناك فراغ نحن نؤمن أو نقول أنه فعلا كان هناك فراغ هذا الفراغ استطاع الحوثي في لحظة تاريخية من الاستفافات وتشضيات انصاح تعبير تشضيات الوطنية التي حصلت في لحظة انهيار تلك السلطة أن يملأها اليوم أنا باعتقادي بعد خمس سنوات من من شكل الحرب الذي أدت إلى هذا الوضع الذي وصلنا إليه من انهيارات أو حالة التشضي الحالية في الجورة في اليمنية تشضي فيما نراه اليوم من امتدادات لمشاريع خارجية تتغول في المصفوف الوطنية كل هذا لا يمنح بحال من الأحوال الحوثي مشروعية أن يحل محل نعم لكن دكتور مرمان لم يتحدث عن مشروعية لهذا ولكنه يتحدث عن واقع هو موجود فعلا استطاعا في أكثر من مركة أن ينتصر استطاعا على الأقل يعني كما يقول بالعامية يشكم ما لديه من مواطنين هذه خدمة مهمة جدا في علاقة الستيت والنيشن في علاقة الأمة بالدولة السؤال الأساسي هو السؤال الأمن هل تستطيع الدولة أن تقدم خدمة قليلة مركزية لهذه الأمة الحوثي يقول أنا أقدم خدمة أول خدمة أساسية أقدمها هو أن أشكم في هذه النقطة تحديدا يا دكتور مروان أنت تعرف الآن أنه لازالت الملاطق التي تحت سطرة الحوثي تستلم راتبها من الحكومة الشرعية أبسط تعريف للحكومة الشرعية والمشروعية السياسية أن تؤدي خدمات للناس الذين أنت محسوب أن تحكم باسمهم الحوثي عاجز عن قيام بهذه الوظيفة البسيطة الحوثي عاجز عن أبسط يعني في بعض الأحيان يطالب الشرعية بدفى الرواتب ولا زال لحد الآن ولا زال لحد الآن ومن ضمن أيضا من ضمن النقطة المطروحة للتفاوضات مع المبعوث الدولي أن تعود راتب تبقى فكرة الرواتب مسألة البنك الوطني البنك المركزي لا زال الحوثي لا استطاعت أن يعالج هذه المسألة ولا زال عالة على الحكومة الشرعية يعني هناك أبسط المشاكل التقنية في مفهوم الدولة اللي هي القدمات الحوثي لم يعد يقدم أي خدمة بل تحول المشروع المناطق التي تحت سيطرته لمشروع اقتصاد حرب ما هي الخدمات التي يقدمها الحوثي كدولة لا رواتب لا كهرباء لا ما الخدمات الصحية منتهية تماما معتمدين على المنظمات كثير من الأسر التي فقدت مصدر رزقها يعني ما هو شكل يعني هل معنى الدولة فقط أن يسيطر أمنيا ونحن نعلم كيف يسيطر أمنيا يعني لا يستطيع الناس أن يتنفسون أو حتى يعترضوا مجرد اعتراض هل هذه الدولة يعني متخيلة يعني ليكون واضح من البداية نعم الحوثي كان حركة فاشية ثم أصبح الدولة فاشية والدولة الفاشية على المدى القريب والبعيد هي دولة خطر على المجموعة البشر لأنها تدمر الكان من داخله في الأخير بتخلق بشر شبيهين بفريق مضيف الطيران يلبسون نفس الزي ببعد واحد دولة فاشية دولة خطيرة أنا هذا الموضوع بالنسبة لي مبدأي ولكن لدي الآن مشهد يقول بأن هذه الجماعة الفاشية الآن بتدير بتخلق دولتها الفاشية وبالتالي الآن نشأت أبعاد معينة ما بين هذه الدولة الفاشية وبين هذا المجتمع تخلق ما يمكن تسمعه بالإمكتر على إيسا افترضت أن المجتمع قبل بهذه الدولة الفاشية ما هي الأسس التي استقيت منها أنا لا أقول أن الدولة المجتمع قبل بالدولة الفاشية قلت أن أصبح لديها شعب أصبح لديها شعب لكن مش بالضرورة أن هذا المجتمع قبل وسلم بالدولة الفاشية الدولة الفاشية سيطرت على المشهد ثم خلقت ما يمكن تسميته بالامتثال الإكباري أكبرت الناس على الخضوع لمنطق واحد ثم سمحت للحياة بأن تمر والبعد هنا وهذا هو العنصر الفاعل في الموضوع للحياة بأن تمر بمعنى سمحت بنشوء السوق فبدلا عن أن يتحدث أن ينفق الناس أوقاتهم في هجاء هذه الدولة الفاشية ذهبوا إلى السوق وظهرت المولات والمشافي الجديدة والمراكز الجديدة في كل من أب والحديدة وصنعات هناك انتعاج لدلة السوق والقوف حتى القوف يا رجل فيها مولات كان المكلة التربة التربة تحولت إلى مركز تقاري كبير أضخم من ربما ينافس الأصبح الذي يتحول إلى مركز تقاري في السوق في نهاية الأمر هل يستطيع المواطن أن ينشئ اقتصادا لك دكتور؟ يتنشئ بيتسمح بنشوء السوق بمعنى أنها فعلا اسمحي دكتور عند هذه النقطة هل هو الإنسان المواطن البسيط قريب ورسله بمبلغ وقام يفتح مشروع هل يقبل حسي بذلك إن لم يدفع جزية السماح له إن لم يكن شريك له من العائلة نعلم تماما كل الكافيات المفتوحة يضاف إلى ذلك شيء مهم جدا والذي ليس منهم يغلقوه تماما ما أسس هذا الاقتصاد الماشي يعني مثلا القادمين من صنعاه يحدثون عنها أن هذا الاقتصاد هو جزء من غسيل أموال تعرف ماذا غسيل أموال؟ هناك الطبقة السياسية الطبقة اقتصادية السابقة التي كانت معاصرة لسلطة النظام السابق هذه تم سحقه تماما اليوم هناك تخليق لطبقة اقتصادية جديدة ترتبط عقائدية وإدولوجيا واقتصاديا بجماعة فاشية تريد أن تسيطر على الاقتصاد تخطئ الوصول للفكرة اللي أنا أطرحها قصة بأنه لدينا الآن لدينا سياسة جديدة وينشأ مع السياسة الجديدة سوق جديد وليس مناسب تاريخيا أن تنشأ سياسة جديدة بسوق جديد ولا بأمن جديد بمعنى لدينا دالة مكتملة منظومة مكتملة من ضمن عناصر هذه المنظومة هو السوق وهذا السوق شكله جديد طبقاته جديدة الفئة النفعية والطفيلية فيه جديدة كليا سوق متوحش المركز فيه هي الامتيازات الإلهية الهاشمية وهذا هذا واحد من تقليات هذا واحد من تقليات أي دولة فاشية هذا يتعارض مع أبسط مبادئ قيام الدولة وهي تكافى الفرص يعني أنت تقولي اقتصاد هاشمي تصاد سلالي تابع لأسره معينة وبالتالي هذا ليس سوق كيف تصاد هذا الفرق بين المافيا وتعرف السوق التقاري يعني عصابة دكتور كل دولة ديكتاتورية فاشية في العالم هي في نهاية المطاب دولة مافوية باختيار الناس هي دولة مافوية أنت لديك حواري 216 دولة في العالم منهم إجمالي الدولة الديمقراطية في العالم لا تتقاوز الخمسة وخمسة معنى أن لديك في العالم قرابة 150 دولة في العالم ذات طبيعة مافوية نعم إذن عند هذه انهار من 2000 بس أعطيك إحصائيات خليني بس لو سمحتي فضل بس أعطيك شوية إحصائيات صغيرة بس في خلال دقيقة من عام 2000 إلى 2013 40 دولة في العالم أغلقت بنسبة 100% الانجي اوز كل منظمات المجتمع المدني 40 دولة في العالم انهارت ومن عام 2000 إلى 2013 بحسب إحصائيات نشرت مؤخرا بتقول أن أحوالي 55 دولة في العالم انهارت من دول ديمقراطية إلى دول فاشية ولدينا الآن من 2018 إلى 2020 صعود متزايد للدولة التي تنهار من الديمقراطية الليبرالية إلى الديمقراطية غير الليبرالية ثم لا ديمقراطية لا لبرالية بمعنى أنه في نهاية المطف داخل في الواقع اليمني أستاذ نبيل هذه الدولة الفاشية التي نمت واستطعت أن تؤسس بنيانها واستطعت أن تتحول من عصابة انقلبت على الشرعية واستطعت أن تقعد على الطرف الآخر من الحكومة الشرعية كاند لها ألم يتح لها هذا المجال فشل الشرعية فبالتالي على ماذا يراهن الناس على الشرعية فشلت أم على حوثي قبل اللي قابع على سؤالك نتحدث لازالت المعاركة حامية الآن اليمنون لم يستسلموا لهذه الانقلاب أو لهذه العصابة التي أرادت تختطف دولتهم عند هذا النقطة سأعود إليك الحرب لم تتحدث سؤالك فيما يتعلق بالسؤالك هناك جزء جدا أنا أتفق كثيرا مع الدكتور مروان في هذا النقاش هناك فشل هذا الفشل تمثل بوجود أشخاص لا يمثلون هذه اللحظة وليسوا عند مستوى هذه النحوة هل بمقابل هذا الفشل أن نسلم لا 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 هناك مستويين للحديث في هذا السياق أنه فشل الشرعية لا يعني أن المشروع الوطني والجمهورية اليمنية فشلت يعني أنه فيه إعاقة لهذا المشروع وأن هذه قيمة المقدسة ناسين من قميات الجمهورية قيمة مقدسة باللسبة لي اليمنية قيمة مقدسة وبالتالي أنه فشل من أتت بهم اللحظة ليكونوا معبرين عن قيادة هذه الدوء الفكرة لا يعني فشل الفكرة يعني فشل هؤلاء الأشخاص بمعنى أنه كنا نأزح لم تبشل الفكرة ولكن الدكتور يرى بأن هناك ناس يأسوا حد قولة من أين استقيت هذا اليأس وجعلته عام لاستكمال الفكرة الحوثي أنا أتحدى الحوثي اليوم يطلع بقرار ويقول ألغينا الجمهورية أتحدى لا مش مضطرة ليش مش محتاجة نعم لأنه يدرك أن اليمن هو غير مؤمن بالجمهورية لأنه بيعتقد أن الجمهورية منتبع برند عبارة عن ماركة بلا منتج وبالتالي هو مش محتاج يستخدم هذه الماركة إحنا استخدمناهم أنتجت شيء وبالتالي هو مش محتاج حتى يشير إليه على العكس على العكس أنت تعلم تماما أنه يعني يريد إلغاء كل ما له علاقة باليمنين بدليل كل الأحتفالات والأعياد التي لم يحتفل بها اليمنيون بالمرة فرضها على الناس وجعلهم يحتفلون بها كيف تقول بأنه لا يجد أنه الحوثي ينتقل من مجتمع من حركة فاشية لا بد أن يكون كلام واضحا من حركة فاشية إلى دولة فاشية وبالتالي لديه وتصوره الخاص ورؤيته الخاصة ومنظوماته الخاصة يخضع الجميع الحكاية أنه يبدو أنه علشان بس ما الموضوع ما يفلتش من أيدينا أعتقد أنه نقطة الخلافة الأساسية بيني وبين الأستاذ نبيل هي أنه أنا أقول أن هناك دولة اسمها اليمن تحكمها المنظومة الحوثية الإلهية ذات البعد الإلهي وهو يقول بأنه هذه الدولة غير موجودة وأنا أرى هذه الدولة أدعي أنه أنا أرى هذه الدولة فكرة المجتمع الدولي يتعامل الآن مع الحوثيين المجتمع الدولي خلنا نقول بما يقدر من التجاوز أنه مجتمع الدولي بردوك المفادفاضة النموذج الذي يقدم الحوثي للدولة ما هو صادم للمجتمع الدولي لأنه المجتمع الدولي يتعامل مع هذا النموذج في كل مكان وأسوأ من هذا كله أن الأيقونة المركزية لهذا النظام لهذا النموذج الفاشي في الدولة هي الصين وتتخوف مثلا الصحف الألمانية بتكتب المنشيطات العريض ما الذي سيحدث بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة عندما تكون أقوى دولة اقتصادية في العالم هي الدولة الصينية الفاشية ستعيد كتابة كل ما يقري في العالم بمعنى أن الحوثي وهو بيقدم هذه الدولة الفاشية ما هيش دولة غريبة على العالم هناك إجراءات بيروقراطية بسيطة ستنجز هل يوقل أن يستسلم الناس لها؟ هل يوقل أنه لن يستسلم أحد؟ السيطة مسألة مختلفة والنظال طول عمره هي عملية رومانسية لذيذة ويبدو فيها مسألة النضال نحن نعرف تاريخها في مسألة النضال الهزيمة تبدو أكثر لذة من النصر علشان النضال هو حالة متألمة من لوقات بسيطة فكرة الدولة المجتمع الدولي اليمنيون الآن في السياق الحديث تعاطي مع هذه اللحظة لا يعني أنهم وقف المجتمع الدولي بقبولهم الحوثي وعدم قبوله اليمنيون لا يقاتلوا لاستعادة الدولة أنا استغربت من عنوانك اليمنيون لا يقاتلوا لاستعادة الدولة الحوثي هو من يحدد المعركة ومن يذهب إلى اليمنين الذين لم يخضعوا بعد يا جماعة تتكلموني في موضوع بعيد أين اليمنيون الحرب هي عملية هذه فكة حروب الحرب هي عملية استراتيجية شاملة على المستوى العسكري والابتماعي والسياسي تهدف لإحداث تغييرات استراتيجية في السياسة وعلى الأرض في ضمن زمن معين الموجود في المعارك تجد أنه فقط يدافع عن الأماكن التي وفيها ما يحدث هناك مواجهة بين الدولة وبين الشبه الدولة عندها نقطة دكتور يوصف الحالة على أن هذا الجيش الوطني اليوم الذي نشأ من الصفر يعني نقطة الخلاف وذهب إلى الصفر هذا الجيش في لحظة معينة ممن نشأ؟ هو بقايا ثوار 11 فبراير وبقايا الوطنيين الموجودين في الجيش السابق والمتمسكين بالشرعية والمتمسكين بالجنبول كلام روانسي أنا متأثر جدا بهذا كلام روانسي لكن رد على هذه النقطة يعني فعلا أنه لم نجد يعني أنه هجوم لهذا الجيش لم يحاول أن يتقدم لاستعادة المناطق التي ما عندوش القدرة ما عندوش القدرة الكافية الأشكالية تكمن ليست في في الجيش الوطني وفي عقيدة الجيش الوطني الأشكالية تكمن أنه هناك خلل في منظومة القيادة لهذه اللحظة أكبر خلل في هذه المنظومة هو إرهن القرار الوطني لغير أبناء الوطن أنه القرار الوطني صح مختطب ونتفق معه في هذه النقطة لكن لا يعني في حال من الأحوال أنه الفشل اللي تديرها هذه النخبة وتتلذذ بإدارة هذا الفشل هو في مستوية من المستويات يعني إعادة تغيير هذه القيادة أو بمعنى آخر أنه على هذا الجيش الوطني إذا أراد أن يحقق الانتصار في هذه المعركة عليه أن يختار قيادته من الداخل المسألة تكمن أنه فيه اختراقات للمستوى القرار الوطني فيه قوى إقليمية ليس في صالحها نجاح الجيش الوطني اللي الجيش الوطني هو امتداد للحالة التولية في عدد كبراية الذي نصل فيه إلى هذه المرحلة من الهزال نحن نذكر صنعة في أغسطس 68 في أغسطس 68 حصرت صنعة ولم تبقى جمهورية سوى 2 كيلو في 2 كيلو في باب الصباح وبير العزب أنتهت الجمهورية في لحظة معينة فظل الشباب الذين شباب الكليات العسكرية والمدارس العسكرية في صنعة لا يتقاوزوا عددهم ألفين شاب بقيادة عبد رقيب عبدالله والسعادة العالم كان كله ضد هذا فنجحوا بأنهم كانوا أمنين بهذه الفكرة اليوم أنا باعتقادي الجمهورية لم تعد في باب الصباح الجمهورية موجودة في كل قلب يمني يؤمن بهذا المبدأ بغض النظر عن وجود الحوثية اليوم تسيطر على صنعة سيطرتها على صنعة ليست نهاية الجمهورية معركتنا مع الحوثية ليست معركة لا توجد معركة مع الحوثية إلا معركة ما الذي يحدث إذن؟ هناك دولة اسمها الدولة الحوثية وهي دولة فاشية بالنسبة لها الحرب أقل كلفة من السلم وهي ذاهبة إلى الحرب نحن على الجانب الآخر هناك شبه دولة أولى دولة الحوثية هي من يذهب إلى شبه الدولة أو إلى اللا دولة لأنها تريد أن تخضع مزيدا من الناس ومزيدا من الأراضي وهؤلاء الناس في إطار المتفرقين لا توجد حرب بالمعنى الاستراتيجي هناك فكت حروب في داخل بلد هناك فوضة خلال خمس سنوات ربما كنت من الذين بدأوا للحديث لدعم الجيش الوطني وللمعركة والانتصار للجمهورية ما الذي غيرك خلال هذه السنوات فجأة ظهر مروان الغفور يتحدث عن حزنية المعركة والدولة الفاشية هناك دولة اسمها الدولة الحوثية ولديها إقليم وسيادة وبشر وهي تخض حروب والمجتمع الدولي متواجدة هي الفكرة أنه أنا أخذ مني الموضوع فعلا وقت لحتى أعترف بحقائق واضحة على الأرض القصة كالتالي شوف ضابط هرب من تعز إلى مأرب وصل إلى مأرب يكلم التلفون قال الآن أعرف ما معنى كلمة صامدون يا مأرب معنا مش رايحا صنع أو صامدون في مأرب معناتهم مش رايحا صنع لا توجد عملية عسكرية حقيقية الشعب كمان في نفس الوقت وهو هذا العنصر المهم بس خلينا أكمل فكرة لو أسمعتها صنع لا بصدر وهي أنه على الجانب الآخر انهارت الدالة المتعينة سابقا اللي كان اسمها الشعب وتفكك هذا الشعب أصبحت هناك ويات متعددة أصبح هناك انشطار عميق أفقي ورأسي في الهوية وظهرت هناك جيوش الإمارات تعترف بأنها جندت 200 ألف شخص على الضفة الأخرى ومقالة الإمارات الضمنيان أن 200 ألف شخص الذين جندتهم الإمارات لا يخضعون بالمرة للشرعية ولا يعترفون بها بمعنى أن هناك شرعية عسكرية على الأرض هناك دويلات نحن أمامنا الدولة اسمها الدولة الحوثية وتسمي نفسها اليمن والمجتمع الدولي يتعامل مع هذا الموضوع وهناك إجراءات بيروقراطية ستحسن يوم الماء وعلى الجانب الآخر هناك دويلات لا نهائية الجانب الآخر هناك مش الشعب اليمني وثوار فبراير وهذا الخطب الرومانسي العظيم وإنما هناك سلسلة من الدويلات اللانهائية وهناك جمهوريات مجهرية صغيرة جمهورية في مأرب على جمهورية في ثلاثة شوارع من تعز منتعة العبا طيب اسمحوا لي فقط أن نقرأ بعض التعليقات من متابعينا منير عبدو أحمد غالب تحدث عن أن الفشل الحقيقي هو بوجود هذه الشرعية الفاسدة الأخت لطيفة علي قالت من يشكك بوطنية الدكتور مروان فهو عبيض الغفور الصبر العظيم ينتمي لهذه الأرض ولا يخونها ولكن تختلف معك في الآتي وهي مطالبة بذات الوقت بحجم تأثير الكلمة التي تلقيها كشخص مؤثر كبير خاصة أننا نعيش أجواء يأس عامة من الأداء الزبالات بين قوسين للحكومة الشرعية إذن عليك مسؤولية أن تفكر بصدى هذا التفكيك ووقعها هذه مسؤولية أخلاقية وتاريخية أنت تضرب بأهم حزن عليه كشعب ثورة فبراير ومقامة الاستبعاد والفساد بالتعزي ما بش خيار غير المقاومة هناك دولة فاشية دعنا نجعها جانبا اسمعي الأشكالية الوحيدة التي تستفز الناس نحن ما يتحدث عن دولة حوثية بالتوصيف الكلاسيكي المفهوم ربما تكون في دولة حوثية لكن هذه دولة حوثية هل هي قدر الناس وهل الناس راضين بها؟ هذا هو السؤال حول ذلك كما يقول الصوفيون لا بد أن نضلن هل هي قدر أو لا؟ والنقطة الثانية بعد أن فهمنا أو أنا شخصيا بعد أن شاهد بأن هذا البهموث الوحش الفاشي اسمه الدولة الحوثية ويسمي نفسه اليمن وحدوده الديناميكية بتتقدم للأمام ما الذي يحدث على الجانب؟ أنا أتفق مع الدكتور مروان فيما يتعلق بتفويت توصيف الدولة الحوثية لكن الدولة الحوثية ليست اليمن أنا أتدخل أنه يطلق عليه على نفسه اليمن أنا لست نظرا للهوثيين أنا لست نظرا للهوثيين الدولة أيقونة بالنسبة لك يا دكتور الدولة والجمهورية أيقونات وأحلام للناس والبسطة والشهداء هل فعلها ليست حلم كما يقولون؟ لا حلم حلم الناس الآن في هذا اللحظة هي بمثابة حلم يؤمنون طيب ألا تجد دكتور مروان نحن حينما خرجنا في 11 فبراير لماذا خرجنا في 11 فبراير؟ نحن هذا القيل هذا القيل الذي كان له شرافه 11 فبراير خرج الناس من أجل تصحيح مصاري جمهورية 26 باستمر وجمهورية تنمي وتحقيق أهدافها وتحقيق أهدافها لأن الجمهورية والدولة هي صيرورة تاريخية بالأخير ليست حلم ينتهي بانتهاء المنام الناس تذهب لتحقيق هذه الأحلام وتبذل دمائها من أجل الوصول لهذه اللحظة نحن لازلنا في قلب هذه المعركة الحوثي لم يهزم اليمن بعد ولم يستطيع ولم يتمكن من إدارة هذه المعركة عزيزي نبيل أنا أنا مش مبشر حوثي لكن هناك من يعني هناك من قرأ ما تطرحه مؤخرا بأنك تبشر بهذه الطليعة ولا أبشر بهذه الدولة ولكن لدينا حقيقة على الأرض بتقول أن هناك استسلام متزايد تسليم متزايد من قبل شعب 73 إلى 75% منه ورقم واحد لا يجيدون القراءة والكتابة ورقم اثنين يعيشون خارج كل شكل المدن رقم ثلاثة بالنسبة لهم الدولة هي عبارة عن شكل ضابط بأي طريقة بمعنى أنه بالنسبة ل بالنسبة لهم الدولة هي الخدمات يا دكتور أبصد ما يطلبهم موطن هي الخدمات يا دكتور في 48 كانوا عشر أشخاص يعني كنفك الخط في 62 لا يتقاوزوا 50 شخص هم الذين قاموا بهذه الثورة أنت بتحدث عن قرون الوسطى بالنسبة لتكنولوجيا بالنسبة لتكنولوجيا هذه القرون الوسطى في عام 2020 يا مروان كوكا كولا تحكم العالم لا بد أن تعرف أنه نضاء بمعنى أنه منظومة التحكم بالجماهير اختلفت كليا يا مروان يا مروان أمي وأمك اليوم تمتلك رقم واتساب في هذا الفضاء العالم وتستطيع أن تؤثر أكثر مني ومنك الغريب اسمح لي الدكتور يعني في طرحك من شاهد الفيديوهات السابقة أو الفكرة التي أتيت بها مؤخرا يوجد أنك تتحدث باسم الناس وكأنك آتي من الناس أنت تقول لي لا أحد الجمهورية ليست حلم تقول المؤمنين بوجود الحوثي تقول يعني حلم قدر الجمهورية قدر لليمنيين قدر قدر يعني لا يمكن أن نعرف اليمني بغير الجمهورية اليمني ليس سعوديا وليس مصريا وليس عنده إشكالية مع فكرة الكهنود لأنه مشكلة مشكلة الملكية الصورة المتخيلة الملكية في اليمن هي ملكية كهنوتية مملكة آل حميد الدين نعطي الفرصة مملكة آل حميد الدين كانت تقوم على مسألة ثيقراطية أن الله أنزلهم حكام عليك وهم يشكلون حياتك ورؤيتك للكون والمستقبل والموت والآخرة يعني جماعة من الناس فرضوا أنفسهم باسم الإله ويرود أن يحكموك الحوثية هي امتداد لهذه لهذه المستقبلة طبعا هذه مسلمات أنا طبعا أنا شخصيا أنا لا أفهم لماذا ندخل مثل هذه الملاحظات على الطاولة هذا ليس موضوع نقاشنا يا سيدي اليوم لا 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 نتكلم لا بد أن نعرف شيء معين هو أن الحوثي الآن في العصور الحديثة يمتلك من خلال النظام البيروقراطي الذي استلمه هنا الدولة السابقة ومن خلال مساعدين إقليميين يمتلك أدوات تحكم الفكرة أنه حكاية أن الدولة تمثل أن تكون تمثيلا حقيقيا للشعب هذه فكرة فلسفية وبالتالي الحوثي غير ملزم بمراعاة هذه الفكرة الفلسفية الدولة ليست تعبيرا حقيقيا عن الشعب في أكثر من 162 دولة معلش في أكثر من 162 دولة الدولة هي تلك المنظومة القادرة على أن تخضع البشر وبالتالي تأخذ شكل الدولة في أكثر من 162 شكل في العالم لا أختلف معك في هذا التوصيف وبالتالي لا تحدثني عن 48 و62 كنا ثلاثة أشخاص وإحنا ثلاثين منهم تغيرت مصالحنا عرف لي اليوم عبد الملك الحوثي هل هو رئيس القمهورية؟ هل هو زعيم جماعة؟ واحد إرهابي نجح في تأسيس دولة من الآخر إذن كيف يطالب الناس القبول بهذا؟ لا محدش يطالب حد بقبول بهذا الشكل ما هي خيارات الناس؟ ما هو هذا السؤال؟ أجبني أنت ما هي خيارات الناس؟ هذه دولة فاشية إذا استمرت هي الآن بمقدورها أن تضبط تحدث ما يمكن بالامتثال الإقبالي وتقبر الناس للخضوع لها على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى السياسي دكتور اسمحني بعيدا عن الشرعية بعيدا عن الجيش الوطني الذي تراه مفككا بعيدا عن الدولة الفاشية الناس الذين ما زالوا في حدود الجمهورية اليمنيا ما هي خياراتهم؟ هذا هو السؤال أنت الآن فعلا بتضعيني على كرسي وتريدين مني أن أتحدث باسم الشعب اليمني ومشوية قلت لي اشتحدث باسم الشعب اليمني هذا نظرات هذا نظرات الموضوع أكثر تعقيد من قدرة أفندي جالس على كرسي أنه يقول للناس ما الذي ينبغي عليكم فعله أنا مثلا من وجهة نظري أقول لك حل مثلا أعتقد أنه حرادك علي أن يجتمع 15 إلى 20 ضباط من خيرة ضباط القوات المسلحة من قواتينا اليمنية ويعلنوا تشكيل ضباط الأحرار ويقولوا إحنا منعقدين لمدة 15 إلى 20 يوم في قلسة في نعقاد دائم وأنه رقم واحد البيان رقم واحد الإطاحة بالرئيس هادي وجماعته اثنين الإطاحة بالنظام السياسي وتشكيل قوة والدعوة إلى التعبئة العامة وخوض نضال بالمعنى الاستراتيجي نضال شامل والدعوة الشعب اليمني للمظاهرات وهيطلع الشعب اليمني بالملايين في كل الدول في كل المدن سواء الواقع تحت الحوثية غير الحوثية وبالتالي بعد مكرة يكتشفوا أنهم أخذوا مشروعية من هذا التفويض الشعبي وبالتالي تعلن معركة شاملة بشكل حقيقي أو هناك خيارات ما بين لا دولة بمعنى نموذج الدولات التي تقدمها مشروعية هذه أو الدولة الفاشية التي تقدمها الحوثيين الناس في نهاية المطاف يميلوا لأي قدر من الانضباط لأنه الشتات مشكلة في في هذه اللحظة مروان يمني وقمهوري ومؤمن بالخيار المسلح والكفاح المسلح للسعادة الدولة اليمنية أنا مع عمري ما قلت غير كده نعم وبالتالي أنا باعتقاد أنه فيسوا فهم لهم مسألة توصيف الدولة الفاشية يعني الناس لا تتصور أن يقول أحد لكن الناس فهموا مثلا أنه الدكتور يقول للناس تصالحوا أنا لا أنا أتفق أنا لا أتفق أنا أتفق أنا أتفق الناس يتصالحون وأنا ألاحظ أنا كأحد الملاحظين أقول فعلا هناك هناك استسلام ضمني الناس تتصالح مع هذا الشكل نظام يعني بينقوسيا لغاية اليوم العيد إن شاء الله أترك لك الفرصة مسألة الكفاح مسألة الكفاحنات أتفق تماما مع فكرة إيجاد مجموعة من الأحرار ضباط الأحرار لاستعادة القرار الوطني لا يمكن أن نهزم الحوثي بدون قرار وطني هذه مسلمة لا يقب النقاش يعني لابد من قرار وطني الجيش الوطني يتحرك بأوامر من الداخل لا يتلقى أوامره من فهد بن تركي أو من أحد من نظمات المملكة العربية السعودية هذه حقيقة لماذا هزمت الإمامة في 62 هزمت الإمامة لأن قرارها كان قرارا سعوديا اليوم الشرعية مادم قرارها قرار سعودي لن تنتصر بهذه المرحلة بالتالي علينا علينا أن نستعيد القرار الوطني استعادة القرار الوطني يبدأ بتصريح المفاهيم فيما يتعلق بالجمهورية والدولة والشرعية والمجتمع المدني والمجتمع القبلي في اليمن هذه الركائز الحقيقية لاستعادة الدولة القبيلة لعبت دور وحافظت على مسار استمرار والمسألة الجمهورية عفوا الفكرة الدمقراطية الجمهورية ودافعت عنها مثل ما دافع عنها وهي الآن تلعب دور في خدمة الدولة الحوثية الجديدة وتدافع عنها وتمدها بالسلاح والسوق وتصنع لها سوق مثلا دكتور إلى أن يتم تشكيل أو مثلا الأخذ بأحد هذه الخيارات وهو استعادة القرار الوطني ما هو دور المتقص؟ الموضوع أنا أعتقد أكثر تعقيد من فكرة استعادة القرار الوطني لأنه حتى كلمة القرار محتاجة تعريف والوطني محتاجة تعريف لذلك إحنا أنت عرفته سابقا يا سيدي أنت عرفته قبل قليل مجموعة من ضباط اليمنين الأحرار يستعيدون القرار الوطني بأن يعلنوا يخوض معركة نعم يخوض معركة شاملة نعم بالمعنى الاستراتيجي لأنه في عندنا حكتين أنا يمكن أنه حتى النقاش اللي حصل بيننا قبل البرنامج يعني أعتقد أنه الإشكالي النظرية بيني وبينك كانت في التالي أنه أنا أقول أن هناك دولة حوثية ولا تقد معركة على الجانب الآخر والرومانسية بتقول أنه ما فيش دولة حوثية وفي معركة ما فيش معركة بالمعنى الاستراتيجي ضد الحوثي أن الحوثي يحدد طبيعة المعركة ويذهب إلى اليمنين الذين لم يخضعوا بعد إذن ما هو أسمح لي وهناك دولة أنا أعتقد أنه هاتان الحقيقتان هم أهم حقيقة على الإطلاق نضعهم على الطاولة علشان عندما نتحدث عن حر راديكالي بمثابة مثلا ضباط أحرار نكون قد اعترفنا بجملة من الحقيقة المهمة هناك دولة أسماء الدولة الحوثية وهناك مجموعة وهناك لا دولة أو شيء بدولة والشيء من الدولات سأعود لك بسؤال دور المثقف ولكن دكتور أستاذ النبيل على الجانب الآخر هل فعلا لا توجد معركة كما يجد دكتور مراء؟ كيف لا توجد معركة وهذا ما الذي يحدث اليوم؟ قوافل الشهداء الذي يقدمه أموان في نهاية الحوثي هو الذي يذهب بهذه الماركة الحوثي روح لأن دولة أقتلهم الحوثي في لحظة معينة لا تنسوا أنه في 21 سبتمبر 21 سبتمبر 2014 سقطت اليمن كلها من صعدة لحوف في حدود سلطنة عمان إلى سقطرة سقطت كلها تحت يند الحوثي متى؟ في 2014 في 21 سيطرة على مركز القيادة وسيطرة في صناعة انتهت الجمهورية اليمنية وسقط كل جيش اليمن وكل مؤسسات الدولة قلت أن السيطرة على العاصمة لا يعني سقطة الدولة لا أنا أقول لك في لحظة معينة حينما سيطر على القرار حينما سيطر على القرار حينما سيطر على الجمهورية اليمنية وكان يستطيع أن يحكم دون أن يحرك دبابة من صرحة أنا لم أفهم علاقة هذا علاقة النقاش الذي نحن بيصدده علاقة النقاش هذا أنه في لحظة معينة حينما لا يوجد قبول لمثل هذه الأفكار الظلامية التي عادت بعد 50 عاماً لتحكم باليمنين أنفقر الشارع اليمني يرغل خرج الشباب لكن عملينا أستاذ نبيل لا يوجد أي تفضل حقيقي لكن لا توجد معركة بالمعنى الاستراتيجي في مواجهة الدولة الحوثية الدولة الحوثية تشكلت وهي الآن بتزحف وحدودها الديناميكية كل خمسة أيام بتنقذ خمسة كيلو لكي تخضع مزيد من يمنيين وبالمقابل هناك مقاومة وجيش يتلقى وينتصر عليها وينهزم وينتصر طبيعة المعركة الحروب ليست انصارة دائما انه هناك جيش انت عارف يعني ما معنى ان يحتل مقر رئيس الجمهورية في عدن ويعلن قائد المنطقة الرابع حياده ويسقط بيت رئيس الجمهورية على بعد 200 من مركز القوات المسلحة كل هذا الذي يحصل هو تداعيات الموضوع في دارة هذه الدولة في ظل كل هذا الأخذ والرد وعدم وجود أرض حقيقية أو شرعية حقيقية تستطيع أن يستطيع الناس الانتصار لها أو بها ما هو الدور المثقف إلى حين استعادة القرار الوطني الذي تحدثت المثقف هو نبي هذه اللحظة نبي الشعوب في لحظة سقوطها المثقف يتمثل لدور علي عزب ديقوفتش في هذه المرحلة علي عزب ديقوفتش حينما سقطت البسنة والهرسك وهو المثقف كان منزوي يكتب الكتب ويعمل الدراسات ويحبر بعض مذكراته في لحظة معينة استدعته المعركة أن يقوم ويقول الناس قاوموا وقاومت البسنة والهرسك وصمدت في وقع حلف الحلف وارسو كل تداعيات حلف وارسو ومخلفات حلف وارسو وانتصر في إيجاد دولة ديمقراطية لكل المكونات اللاتينية الموجودة في البسنة والهرسك كان في هوية جامعة كان في عنصر هوياتي مركزي سأعطيك الفرصة دفنا بالنهاب في الدولة على الجانب الأخر لا يوجد عنصر هوياتي ودور المثقف اليوم دور المثقف تعرف أنه أشكالية نوع دور المثقف ربما أكبر من دور المدفعية في الميدان تعرف لماذا أكبر من دور المدفعية في الميدان لأنه الناس القضايا الجوهرية والمركزية تحتاج إلى معنويات تحتاج إلى أعيقونات تقاتل من أجلها وبالتالي المثقف حينما يكون هو نبي هذه اللحظة يقول لهم النبي نهزموا سين هزم الناس لكن حينما يقول لهم النبي انتصروا بإمكانياتك وربما هذا ما جعل الحملة التي كانت ضدك دكتور مروان في الأون الأخيرة أن الناس وجدوا فيك في لحظة من اللحظات بأنك تتحدث عن همومهم عن أفكارهم عن جروحهم عن آمالهم وفي لحظة كفرت بكل ذلك ودعوت لي اليأس كفرت بكل ذلك مروان لم يكفر دعني أقول بي أنا مش أسيئة فيهم الدكتور أنا لست في يسوف يعمل في خدمة محمد البخيتي محمد البخيتي يعبر عن دولة فاشية على المدى الطويل هي رقم واحد مليئة بتناقضات المستعصية رقم اثنين تعرف الاستقرار باعتبار الإخطاع الجماعي وسؤال ما إذا كانت الجماعي قادر على أن تحتمل إخطاعا شاملا لعقد أو عقدين من الزمن سؤال إشكالي ولدينا نماذة كثيرة في التاريخ القصة يا جماع أن المثقف في معركة هو كل مثقف للأسف هو مثقف في أوي وبالتالي الإدعاء بأنه نبيل نبيل البكيري مثقف يمني هو إدعاء يقانب الحقيقة لأنه صنف بأنه مثقف إسلامي وبالتالي هو ما يعني بالكتلة الإسلامية فقط اللي بينظر لها للأسف وهذا ما يعيدنا فعلا نقتل أولا بأنه الهوية اليمنية نهارت وبالتالي لم يععد هناك مثقف يمني وأنه مثقف في أوي عندما يتحدث نبيل هو مثقف إصلاح عندما يتحدث هو مثقف يساري ألا يفترض أن يكون دور المثقف تلاتي تعترف بها الحقيقة ألا يجب أن يكون دور المثقف وجمع هذه الهوية لا يوجد مثقف يمني للأسف هناك مثقف في أوي في التصنيف وفي التلقي كل المثقف يمني هو تعمل على منظومة معينة وبالتالي لا يستطع أن يخاطب كل المدينة المثقف لا يجب أن يكون محسوبا على الطرف أو على كتلة المثقف يجب أن يتحدث بقضية الجمهور كله بآمال وطموحات وأحلام وأماني كل هذا الجمهور وبالتالي أن يصنفني أحد على أني يساري أو إسلامي أنا لا يعنيني هذا التصنيف أنا يعنيني ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقدم للجماهير ماذا أطرح لهم من أفكار للنقاش هذا الذي يعنيني بالأخير أنا لا يجب أن نتحول إلى خطب جمعة أو تحول إلى منظر على شاشة التلفزيون لأخاطب جمهور معين أو طائفة معينة من الناس لأسر أخاطب كل اليمنيين في هذه المرحلة ويجب أن تكون قضية اليمنيين واضحة وهي استعادة كرامتهم ودولتهم المستلبة شوفي لأمل دونقل يقول إذا كانت سيوف الحسين كلمات الحسين وسيوف الحسين لم تنقذ الحق من ذهب الأمراء هل تنقذ الحق ثارثارة الجهر يعني في الأخير عندما يثاثر نبيل أو أنا لا تعتقدي أنه نحن من سينقب جمهورية أصبحت جزء من الماضي هذه الثلثارات التي نطلقها في الفضاء الحر هي تتحول إلى قضائف ومدافع وشهداء في الميدان إذن شكرا لكم نختم هذه الحلقة نبيل بوكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الأقليمية شكرا جزيلا لك دكتور مروان غفوري الكاتب والروائي الجمهوريين العزيزين الذي كان الضيفي في هذه الحلقة شكرا لكم أنت لبست نفسك شكرا لكم مشاهدين الكرام الحسني متابعتكم في هذه الحلقة إلى أن ألتقيكم في مسان يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر